موسيقى موسيقى اهلا بكم عزائي المشاهدين في كل مكان حلقة جديدة تجمعنا بحضراتكم في برنامجنا حياة المسيح في البداية دعوني ارحب بنيافة الانبا ماكسيوموس الذي تشرف دوما بوجودي معه في هذا البرنامج نيافة الانبا اهلا ومرحبا بك اهلا بك دكتور والشرف موصول لي انا ايضا بمشاركتك في هذا البرنامج البرنامج انا بنسعد باللقاء مع حضرتك في كل مرة لانه بنيجي شايلين كلام كتير ومفاهيم كتيرة ومحتاجين احنا اه اه نحطها على طولة المناقشة والشرح والتوضيح لاستجلاء الكثير من اه الحقائق اللي اه ممكن تكون اه غيبة بي اه باسباب اه كثيرة اه احنا مش اه يعني اه عندنا وقت نفندها لكن اه مهمة اوي في اه وقتنا ده نحن اه نطرح هذه اه المفاهيم حلقة النهاردة نافة الانبا جاية تحت عنوان قلب الله انه وآه الناس تتصور انه قال الله قلب اه اه زينا لكن اه حناخد في البداية مفهوم ومعنى قلب الله وبعدين اه نقول البقية المواضيع مع حضرتك تفضل نافة الام طبعا الله لا جسد له حسيا ومن ثم فلا قلب له حسيا وعليه فسكون عبارة قلب الله تعني محبة الله محبة الله وفقا لاعلان الانجيل انه يحب الانسان بغض النظر عن هويته او قناعاته ويحب المسيحي كالمسلم كاليهوزي كالملحد كالوثري الى اخره فهذه هي محبة الله الاب لخليقته مفتوحة هكذا احب الله العالم قبل الايمان وقبل كل شيء فمحبته للانسان سابقة على ايمان الانسان ومعرفته به نافة الانبا انا جايب لحضرتك شاهد من انجيل مرقص وبيقول اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها هنا كانت الدعوة واضحة جدا للكرازة بالانجيل فقط ماذا حدث نافة الانبا؟ حدث انه في بداية القرن التساعة التاشر لما كانت انجلترا هي التي تقود العالم قبل ما تسلم زمام القيادة الى امريكا وتتنازل عن سلطان الجنيء الاسترليني للدولار في بداية القرن التساعة التاشر ظهرت الحركة الصهيونية الحركة الصهيونية هي التي تقول كل كلام محدد اهو ان المسيح لن يعود الى الارض الا اذا عاد اليهود الى وطنهم في ارشالين ومن ثم الصهيونية نشأت مسيحية اولا قبل ان تتحول وتصبح حركة يهودية بمعنى ان الصهيونية المسيحية هي الاساس وهي الحركة الاقوى من الصهيونية اليهودية ليه بقى؟ لان الصهيونية اليهودية ركبت فوق الحركة المسيحية المسيحية عندها مادة لهوتية وهي مجيء المسيح اليهودية لا تؤمن بان المسيح اللي جيه ده هو المسيح لكن المسيحية هي التي تؤمن ان المسيح هو الذي جاء فبعض اساسة من المسيحيين الانجليز طبعا كلام ده كله في انجلترا تبنوا هذه الدعوة ومن هنا ولد في انجلترا الدعوة الى عودة الشعب اليهودي الى ارشاليم ومن هنا ولد وعد بالفور واللي بيوصي بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين في ارشاليم طبعا الارض كان اسمها فلسطين حتى في القرن الرابع لما بنتكلم عن توزيع الابرشيات المسيحية كان في اسقف لارشاليم العاصمة لوحده اكراما لان المسيح صلب في ارشاليم اما اسقف المنطقة كان اسمه اسقف فلسطين الكلام ده من القرن الرابع بكلم من التاريخ الكنسي فهذه الارض كان اسمها فلسطين قبل كده كان هذا وطن او مكان اليهود كل ده كلام حقيقي وانا لا احكم فيه ولا افتي فيه ولا شأن لي بان افتي فيه لكن ارجع لموضوعي وموضوعي هو هنا هكذا نشأت في انجلترا في القرن التسعتاشر الصهيونية المسيحية وركبت على اكتافها الصهيونية اليهودية وتلقف اليهود الدعوة وفي الاخر تأسس وطن قومي قومي لليهود في ارشالي المهمة هنا بقى فيه حاجة مهمة دقيقة في التاريخ ان في اواخر القرن التسعتاشر حدث انشقاق في الكنيسة الانجليزية الكالفينية اي التي اسسها جون كالفين اللي منها الكنيسة الانجلية المصرية هذا الانشقاق اه انا لا اعرف على وجه التحديد من الذي قاد الانشقاق لكن اعرف ان الذي قاد الحركة المنشقة هو جون دارج وهذه الجماعة التي انشقت تمركزت في جنوب غرب انجلترا في بلد في انجلترا اسمها بلايموس واسسوا هناك جماعة مسيحية هذه الجماعة المسيحية هي التي نشرت المبادئ اليهودية في اوساط حركة الاصلاح يمينا وشمالا وطبعا اول ما تأسست امريكا جوم جاري مع الحركة المسونية ونشروا هذه الافكار اليهودية ولما تأسست امريكا كان احد المواثيق الاساسية هي ميثاق او حركة التآخي بين اليهودية والمسيحية فمين اللي عمل هذه الخلطة دي المعلومات اللي عندي من غير موجه الاتهامات لحد لكن من ذلك التاريخ بقى فيه تعليم يخترق الجماعة المسيحية الكنيسة المسيحية يبشر بالمبادئ اليهودية والافكار اليهودية واستعادة اليهودية الى جوار المسيحية انا بقول ان ده اقتحام سياسي جديد للمسيحية بعد الاقتحام الاول اللي عمله قسطنطين الكبير وما نتج عنه ده الاقتحام المعاصر للحركة اليهودية للجماعة المسيحية افهم من كلام حضرتك انه الكرازة تأثرت ب كل هذه المفاهيم والمتغيرات اللي حصلت في العالم ولم يعد هناك كرازة بالانجيل فقط لكن الكرازة اصبحت بقى ايضا ب ما يسمى ب الكتاب المقدس كله اه انا بس عايز اقول عشان ادي التاريخ حقه ان المسيحية خرجت من رحمة اليهودية وان الذين بشرون كانوا يهودا وان الكنيسة المسيحية الجماعة المسيحية الاولى كانت بتقرى فصول من نبوات الانبياء بتاع العهد القديم في الاجتماعات بتاعتها لان ما كانش عندها العهد الجديد الكتب فيما بعد فاذا كان هناك تأثير وتأثر بالفكر اليهودي في وسط الجماعة المسيحية الذي تصدى له بولوس الرسول بطريقة واضحة وده واضح فيه الرسالة الى غلاطية وحد الحدود بين ما هو منتمي الى القديم وما هو المنتمي الى الجديم فاذا فإذا فيه فرق بين انه الاقتحام او المحاولة الاختراق اليهودية قديمة قدم المسيحية وتصدى لها الرسول بولوس وبين اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي اللي هو الحركة الصهيونية اللي بتقوم على انه لابد ان يرجع شعب الرب الى الشعب القديم يعني الى ارشاليم وحتى يأتي المسيح طيب الاعتراض السهل لما شعب اليهود هو شعب الرب ما لنتمين طب هم لا يؤمنون بكم ولا بمسيح فلما انتم تقولون عنهم انهم شعب الرب حتى الان طب ما لنتم حضرتكم تطلعوا مين ما هي دي بقى الازدواجية السياسية بقى او الازدواجية اللي عملتها السياسة وجندت لها جمهور من المبشرين المسيحيين عشان وكتب بقى طبعا وتمويل واشياء كثيرة مش عايز اكتر في الكلام عشان ما فيش مجال نقعد نجرح في بعض يعني طيب نافة الانباء في مفاهيم الحقيقة محتاجة توضيح في ما تعلق بالخلاص او نوال الخلاص بيقدم بعض اللاهوتيين تعبير محتوط بيقول مفهوم ارادة الله الغامضة تعقبا على انه انه يعني في ناس بتنال الخلاص وناس لا تنال هذا الخلاص وبيقولوا اذا كان لا يعصر على الرب شيء فلماذا لا يخلص الجميع بقوته وبيقولوا ردا على السؤال ان هذه هي ارادة الله الغامضة في هذا الامر هو بداية ان اللي اسس فكرة الاختيار والرزل هو جون كالفين ولان هذه الجماعة اللي انا بتكلم عليها بتاعت جنوب غرب انجلترا دي منشقة عن الكنيسة الكالفينية فقد تمنت بعض الافكار عن جون كالف اللي هي ايه اللي هي ان ربنا اختار البعض ورفض البعض طيب لما انت قبل الجميع اخترت البعض وبترفض البعض قال لك ما هو عارف بسبق علمه ان هؤلاء لن يكونوا مؤمنين ومن ثم رفضهم طيب ما هو لما تبقى انت بسبق علمك عارف انهم لن يكونوا مؤمنين وتيجي ترفضهم طيب ما انت قفلت عليهم الفرصة وما دتش فرصة متساوية للجميع ففكرة الاختيار والرزل هذه اختار البعض ورفض البعض وطبعا لما تيجي تناقش بقى زي ما حضرها بتطرح السؤال يقول لك ارادة الله الغامضة يعني ارادة الله اللي انت تريدها ان تكون غامضة عشان الفكرة بتاعتك تشتغل بيها وتشتغل عليها طبعا عندنا في التعليم الارثودوكسي المساء المحددة وانا بتكلم بالايمان اللي بينتامي لكنستي مش معنى ان انا بدافع عن الايمان الارثودوكسي ان انا بخطأ غيري لا انا ملتزم بايمان كنستي وده اللي انا بعلن به عايش تسمع عني بقى انت بتسمع ايمان الكنيسة الارثودوكسي عايش تسمع حاجة تاني بقى تسمع حد غيري فنحن نرى ان الله احب العالم واعطى فرص متساوية للجميع وان سبق علمه لا يتدخل في مجريات الاحداث ولكن سبق علمه دي حاجة تخصه دون ان تفرض فكرا من الاختيار والرزل في محبة غير متكافئة وغير متساوية للكل فاذا محبة الله متساوية للجميع المثال من الانجيل العادة الجديدة الرب يسوع المسيح بيقول للتلاميذ ألستم اثنى عشر اخترتكم وواحد منكم شيطان اتبوا بتختاره وانت عارف انه اشطان ليه وانت عارف انه هيخونك ليه عشان ياخد فرصته حتى لو هيخون بس ياخد فرصته حتى لو هيخون بس ياخد المحبة زيه زي غيره فنحن في الكنيسة الارثودكسية نرى ان محبة الله متساوية للجميع وان الفرصة متساوية للجميع وان صبق علم الله بمجريات الامور لا يتدخل سلبا واجابا ضد الانسان او للتمييز بين البشر طيب هل المفاهيم دي اللي خرجت نافة الانبة هي خرجها لانه فيه طرف تاني بيقول انه لا دا مصحيح ما فيش ارادة غامضة ولا حاجة دا دا عجزة عندنا احنا الانسان عن فهم الله فهم كامل هو اللي خلانا نروح لهذه التصورات بالنسبة لنا احنا في الجنيسة الارثودكسية لاننا تسلمنا الايمان من الاباء الاولين والاباء الذين نعتبرهم كانوا قديسين ولهم علاقة عميقة مع الله فلا يوجد بالنسبة لنا ما اسم الارادة الغامضة لان سر الرب لخائفه ولهم يعلن عهده فاذا سر الرب كان معلنا للقديسين وهؤلاء القديسين كتبوا ونحن تعلمنا منهم ارادة الله فنحن لا يوجد عندنا ما اسمه ارادة الله الغامضة لان انا تلميذ صغير في تسلسل الكنيسة اه بس عندي كتب الاباء بتعلم منها فما فيش حاجة اسمها الارادة الغامضة بالنسبة لنا لان احنا مش بديين من الصفر احنا بديين من حيث انتهى الاباء القديسي هنقل حضرتك لمفهوم اخر اه محتاج للتوضيح هو انه الانجيل والعهد الجديد اه اقدموا اه مفهوم ليه التأديب مغاير لما كان اه مطروح اه في القديم ولانه اه اه البعض بيقول انه اه هذا التأديب هو اه تعبير عن اه غضب اه اه الله اه مننا وانه اه هذا التأديب له اه علاقة قوية جدا بمحبة الله لنا ولطفه اه هنا حنأتي الى اختلاف المفاهيم اختلافا جذريا بين القديم عهد القديم والجديد في العهد القديم الله حينما يغضب على الانسان يعمل ايه يفتح عليه حنفية المية يقول مغرق كل الناس تموت كأنها اه شوية فران وانت فتحت عليهم المية عشان تموت كده خلاص السيمبل الزت ويقولك ده تأديب الله ده يبقى الله مش قب بقى ده 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 لو ده لو واحد يعني صفته القسوة والقتل مش حيعمل في أولاده كده يعني هو سيقتل الأعداء لكن لما يجى عند أولاده مش حيعمل كده فييجى عندها تيجى يقول الله نفسه عب الكل ويبقى لما يغضب يفقد أعصابه ويروح من موت على طول وكله إبادة جماعية طبعا هذه الصورة التي رأاها الإنسان العهد الأديم نفسه وصفه بالجالسين في الظلمة والظلال الموت في نبوة أشياء أن هذه البشرية كانت في الظلمة والظلال الموت فلا تنتظر منها أفضل من هذا لكن غضب الله في العادي الجديد معنى إيه غضب الله معنى احتجاب الحياة واحتجاب الحياة إذا سببه إيه أنك ما اخترتش الحياة من له الإبن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة لأنه هو اللي فيه الحياة التي أرسلت لك فاحتجاب الحياة عنك أيها الإنسان سبب أن أنت ما اخترتش حياة ومن ثم صارت الحياة محتاجة عنك وليس أن الله في قسوة غير مبررة أدى ذكاء بالموت والإهلاك طب الوقت أنت لما تفتح علي حنفية المر والمية وأموت غرقا فين التأديم ده اسمه إهلاك التأديم معنى أنك تمسكني وتمدني على رجلي عالقة والعالقة أقول لك حرمت يا بابا وأقوم بعد كده وأعود حياتي تأثرا بالعالقة اللي أنا كلتها دي بأنني ما أعملش كده تاني وهذا اللي اسمه التأديم حتى لو كان تأديم شديد وقاس بس أهو اسمه تأديم مش التأديم معنى أنك تجيب السكينة وتتباحني لأن أنا عايش تقدمني أنا مش قادر أتصور الناس دي بتشرح وتفكر بهذا الشكل إزاي نحن أدواتي بتقولوا أنه تأديم فين التأديم ده دبح ده موت ده إهلاك ده إيمادة جماعية فين التأديم التأديم أن أنا أخذ العالقة وأتعلم الدرس وبعد كده أعملش تاني طيب نفة الأب أنا هستأذن حضرتك لأنه باقي المفاهيم الحقيقة مهمة جداً ومتعلقة بقضايا أيضاً هامة أوي لكن هنأجلها لي الحلقة القادمة ونترحها على حضرتك لأنه وقتنا يعني في الجزء الأولاني يعني تجاوزناه كثيراً هستأذن حضرتك في أن احنا نخرج ليه فاصل صغير ونرجع مرة تانية بأسئلة مشاهدينا وهي الحقيقة كمان صب في نفس الإطار اللي بنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة عزائل المشاهدين فاصل صغير ونعود لكم مرة تانية اهلاً بيكو عزائل المشاهدين مرة تانية وفي الجزء التاني من لقاءنا فيه برنامجنا زي ما اتعودنا بيكون مع أسئلة حضراتكم وستفساراتكم اللي دايماً احنا بنسعد بيخلونا نرحب مرة تانية بنيافة الأنبة أهلاً بيك نيافة الأنبة مرة تانية وأسئلة مشاهدينا سؤالنا الأولاني نيافة الأنبة بيقول هل الكنيسة في العهد الجديد حلت محل إسرائيل في العهد القديم وهل الوعود في العهد القديم انتقلت للكنيسة ولم تعد لشعب إسرائيل اللي هو بن قسينك شعب الله المختار هذا هو تعليم الكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة حلت محل إسرائيل أن الكنيسة هي إسرائيل الله وحجة المعلمين الأرثوذكسي في هذا هي أن الأنبياء كانوا يتنبؤون عن مجيء المسيح ويفتشون عن الخلاص الذي كمله المسيح فإذا كان كل نبوات الأنبياء عن المسيح تدور حول هذا والخلاص الذي كمله المسيح فهذا معنى أن شعب الرب إذا كان شعب الرب يبقى بالضرورة سيستجيب لنبوات الأنبياء ويقبل المسيح ويصير كلاهما كنيسة واحدة وشعبا واحدا مؤمنا بالمسيح ومستمتعا بخلاصه فدلوقتي لما الكنيسة توافق على أن الشعب القديم ما يزال هو شعب الرب يبقى أنت الشعب المخدوع زي ما هو بيقول فما معنى أنك أنت تقول أن الشعب القديم هو شعب الرب ما لنت مين ما هو نازم الرب يبقى له شعب واحد فإذا كانوا هم أن انقسموا عليك وأن شقوا عليك ولم يشتركوا معك في خلاص المسيح ما يبقوا الشعب الرب إذا خاصة جاء وخاصة لم تقبله أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله فالكنيسة الارثولوكسية ترى أن هذه ازدواجية في الفهم تسيء إلى الإمام بالمسيح وتسيء إلى الكنيسة المسيحية أنك تقول عن أولئك أنهم لسه شعب الرب الحج اللي هنا اللي بيقول لك إيه بقى هل رفض الله شعب هو ما رفضش هم اللي رفضوه الرسول بولوس بيقول لك هل رفض الله شعب احنا ما قلناش أن الله رفض شعب لكن بنقول أنه هم اللي رفضوا الله وهم اللي رفضوا الإنجيل ففيه بقى لعب بالألفاظ وبالكلمات على هذا الشكل أن البقية ستخلص إحنا كرهين أنها ستخلص إحنا عايزين كل اليهود يخلصوا مش البقية بس بس يخلصوا يعني إيه يعني يدخلوا جوا الكنيسة يعني يؤمنوا بالمسيح لأن لو كان فيه خلاص من نوع آخر غير أنهم يبقوا يؤمنوا بالمسيح ويدخلوا جوا شركة جسد المسيح يبقى يبقى الكلام بقى بيسيء إلى الإيمان من أساسه لكن المسأل المصري بيقول ربنا جيه يوزع الأرزاء ما حدش عجب ورزقه وجيه يوزع العقول كل واحد عجبه وقاله يا دكتور شكرك شكرك سؤالنا القالي بيقول لا أحد يغفر الزنوب إلا الله فلماذا تقولون أن المسيح يغفر الزنوب سؤال جاي بس طبعا المقدمة اللي أنا بقولها في كل مرة أنه أنا غير مهتم بأن أقنع أحد أو أدخل في في دبيت يعني في مناظرة مجدلة كلام ده كله ما عرفوش لكن أنا بشخح الإيمان المسيحي من وجهة نظر اللهوت المسيحي ولو ديئنا الدائرة حيبقى من وجهة نظر اللهوت الأرثودوكسي اللهوت المسيحي مختلف اختلافا جذريا مع الفقه الإسلامي فإذا كنا سنفرد رؤانا المختلفة على بعض ونتسارع مع بعض نتيجة هذه الرؤى المختلفة خلاص يبقى احنا فقدنا كوننا مؤمنين وكوننا بشر عقلاء لكن الحكمة تقول أنه كل واحد حر في إيمانه و محدش غصف حد على إيمان الآخر فمن هذا المنطلق أنا بشرح الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي بيقول هل المسيح كان إنسانا مثلنا يشبهني في كل شيء ما خلى الخطير الإجابة نعم كان إنسانا لكن هل كان المسيح إنسانا محضا كما يقول الفقه الإسلامي الإجابة لا لأن الإيمان المسيحي يقول أن نور الآب حل في هذا الإنسان فإذا كان شعاع النور له كل صفات النور يبقى النور الذي حل في الإنسان له كل صفات النور اللي هو جاي منه يبقى مدام النور الأصلي منبع النور اللي هو الآب السماوي له سلطان أن يغفر الخطايا يبقى النور اللي خارج منه شعاع النور له سلطان أن يغفر الخطايا وهذه وجهة نظر اللاهوت المسيحي شكرك سؤال التالي من صديقنا بيقول جايب شاهد من إنجيل متى 21 31 بيقول فقال لهم يسوع الحق أقول لكم جبات الدرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله وبيسأل صديقنا كيف يكون هذا هذه دعوة للإسم والفجور تنشرون الزنا بإسم غفران دم المسيح إذا كان المسيح له المجل قال في إنجيل متى صحيح خمسة قيل للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لكم من نظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه يعني الشريعة في الأديم قالت لا تزني هو بيقول لا ده مش كفاية بالنسبة لي ده اللي كمان سينظر ليشتهيه هو قد زنى في قلبه فهل الذي يعلم بهذا الشكل وبهذا المستوى من القداسة هل يمكن أن يكون معنى كلامه أن الزنى والعشرين يسبقونكم إلى ملكوت السموات يعني سبه لا لا يلا الزنى والعشرين خشوا ملكوت السموات أم معناه أنك ظالم ومفتري وقد افتريت على كلام المسيح ما لم يقوله قول هل معناه أن المسيح اللي بينادي بالطهارة والقداسة فتح سبه لا لا ولا معناه أن أنت اللي مفتري وظالم على كلام المسيح إذا ما كنت ش أنت عايز تجاوب أترك المشاهدين يجوه على السؤال شكرك سؤالنا التالي من صديقنا بيقول فيه رسالة أعمال الرسل بيقول حمل بطرس قول موسى عليه السلام الوارد في العهد القديم عن المسيح قوله إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم موسى موسى عليه السلام صرح بأن الله سبحانه وتعالى سيقيم لهم نبيا ولم يقل سينزل لهم الرب نحن في كل مرة بنعيد ونقول هل كان المسيح إنسانا يشبهنا في كل شيء نعم هل كان المسيح نبيا هل كانت واحدة من وظائف المسيح هي وظيفة النبي الإجابة نعم فأن يقول موسى أنه نبي لم يقل شيئا خاطئ ولم يفتري شيئا ليس حقيقيا فقد قال الزاوية التي يعرفها ويراها من الحقيقة أنه كان نبيا أما الزاوية الأخرى فلم تكن مكشوفة لموسى تقول إزاي مش مكشوفة لي لأن موسى لم يرى الله فموسى لا يعرف كل شيء عن الله ولا عن تدبير الله ولا مشيئة الله والقصة معروفة أنه لما طلب أن يرى الله الله قال له لا يراني الإنسان ويعيني سؤالنا التالي نهافة الأنباب يقول هل اللغة عجزت عن وصف أن سيدنا المسيح نور أو جاي من عند ربنا عشان نقول بشكل بلاغي أنه ابن النور أو ابن الله الكلام فيه لبس والمعنى البلاغي مغلوط أولا هل اللغة عجزت لا اللغة لم تعكس بس أنت اللي ما أريدش الإنجيل أنت بتكلم من خلفيات تخصك ولم تكلف خاطرك أنك تطلع على الإنجيل قبل ما تكتب السؤال لأنك لو كنت أريد الإنجيل هتلاقي الإنجيل بيقول كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم ف لقد وصف الإنجيل الله بالنور الحقيقي وقال أن هذا النور الحقيقي كان آتيا إلى العالم طبعا أنا نعرض لما أقول أن الشمس آتيا إلى الأرض ما ينفعش أن الشمس نفسها الكتلة الغازات الملتهبة تيجي للأرض لكن هتيجي للأرض من خلال أشاعتها ف إذا كان الكلام عن التعبير التعبير موجود في الإنجيل كما كتبه القديس يحن في الفصل الأول وصف الله بأنه النور الحقيقي الذي كان آتيا إلى العالم طبعا من خلال شعاع النوري اللي هو ابنه طيب أنا أنا ما ألفتش طبعا الفكرة بتاعت أن شعاع النور ابن النور لا دي موجودة في الإنجيل وفي كتب الصلاوات ابنك نورك الحقيقي أنت غير المتسق في بلاغة الجملة ولا هو كلام وخلاص شكرا سؤالنا التالي بيقول صديقنا كيف يكون المسيح غلب وهو أعلق على الصليب صحلة وتفل عليه وبصق عليه فضلا يفتل دلوقتي خلينا ألتش به حدث اختلاف في وجهات النظر بينك وبين أخيك شقيقك وتطور الموقف بينك وبين شقيقك وشقيقك هذا كان مندفعا واتعد عليك بإيده وبالسانه وأساء إليك هل إذا قمت ورديت له اللكمة باللكمة وال إهانة بالإهانة حيبقى شكلك إيه وشكل إيه قدام أولادكم وإنت وشقيقك الكبار تتلاكم وتسبون بعضكم بعضا طيب ماذا لو استوعبت شقيقك واحتملت في نفسك خطأه ثم ثم ابتدأت تعرف غلطه ولما عرفت غلطه قام اعتذر لك شقيقك قدام لدك وبعد ما عرفت غلطه الأول احتملت وبعدين عرفت غلطه وبعدين اعتذر لك ابتدأت تقوده إلى اسلوب ناضج في الحياة خليته يغير من طريقته المتهورة المندفعة هل يكون شقيقك هو الذي انتصر عليك ان تكون انت الذي انتصرت على شقيقك وعلى خطأه والموضوع مش كله فتوانة ان اللي بيدرب واللي بيدرب بالبوكس وبيقطع بالسجاكين هو الشاطر اللي غال لا فيه اساليب اخرى تغلب بيها وتنتصر بيها غير الفتوانة والضرب والسكين زي المثال اللي شرحت قولك دلوقتي فهل المسيح الذي احتمل شر البشر الذين اساءوا اليه هل في الاخر هو الذي انتصر على شر الانسان وغير حياة هؤلاء الناس ووضع اساس المسيحية لحياة السامح والمحبة زي المثال اللي شرحت قولك هل المسيح هو الذي انتصر ولا الانسان الشرير اللي تعد هو الذي انتصر راجع القصة تاني اللي انا حكيت هلك عليك انت وشقيقك وطابقها على السؤال بتاعك واجب انت بنفسك هل المسيح انتصر ولا المسيح اتهزم لما غلب الشر وغلب العدوان وغلب الظلم وربح صالبيه الى حياة افضل اخر سؤال نيافة الانبة احد الاصدقاء بيقول احب اقولك ان كل ايات السند والدعم والتعزية والامل والرحمة بنستخدمها من العهد الاديم في كل اصفاره تقريبا وخاصة طبعا المزامير وبيضيف صديقنا بيقول ومعرفناش عن جهنم والبحيرة المتقدة بالنار والكبريت والهلاك الابدي الا من العهد الجديد عليك حضرتك هو في كذا حاجة اول حاجة انه يعني ارجو ان تستمع الى المحاضرة الاخيرة اللي انا قلتها بتاعت هذا الشهر بعنوان كيف نقرأ الكتاب المقدس عشان تكتشف ان انا ما بقولش غير كده انت غالبا سمعت اجزاء مغرضة ففهمت انني الغي هذا ان كلمة النبوة موجودة في كل اصفار الكتاب المقدس لا انا بقول ان كلمة النبوة موجودة في كل اصفار الكتاب المقدس حتى بما في ذلك الاصفار التاريخية والتشريعية الى اخره لكنني اقول ان التاريخ ليس وحي التاريخ احداث صنعها الناس واقول ان التشريع ايضا العنيف الذي امر بسبب النساء وذبح الاطفال هو ايضا ليس وحي ولكنه من صنع المشرع الذي وضعت تشريع وهو موسى النبي اما الجزء التاني من الكلام ان احنا ما عرفناش النار من العهد القديم وعرفناها من العهد الجديد فانا متأسف يعني مش اصدي ارد الكلام باساءة لي بس اصدي اقول ان انت لو كنت اريت العهد القديم بالتدقيق كنت عرفت انه الفكرة النار هي موروس يهودي فين في سفر اشاية اصح ستة وستين اللي هو التشبيه ايه اللي المسيح نفسه استعمله اللي هو ايه اللي هو ويصعد دخان عذابهم نارهم لا تطفق ودود لا يموت الكلام اللي قاله المسيح عن جهنم النار برضو عايز قراءة متخصصة وقراءة المتخصصة هي الرجوع الى اللغة اليونانية عشان تقدر تكتشف انه جهنم هي بالاصل جيه النوم وجيه النوم بالاساس كلمة عبرية وجيه هنوم معدها وادي هنوم وادي هنوم هو وادي هنوم او وادي ابن هنوم اللي كان مذكور في الكتاب المؤدس اللي كان مزبالة بيرموا من على الجبل الزبالة والحيوانات الميتة وطبعا لان اليهود دايما كانوا بيفكروا كويس في حماية مساكنهم فبدل الريحة ما تطلع عليهم فهم كانوا مولعين نار في هذه الزبالة فكل يوم بيترمي زبالة جديدة والنار مستعرة على طول فإذن جهنم هي صورة تشبيهية استعارة من وادي هنوم أو جيه هنوم طيب المسيح قال تلقى في جهنم النار طب قال المسيح كان بيتكلم على وادي هنوم ولا بيتكلم على نار لا تطفق ودود لا يموت بتاعة أشعية طيب ما نسأل المسيح ونشوف المسيح لما اتكلم عن النار الأبدية قال ايه بقى قال الى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته طيب يبقى النار معدل إبليس وملائكته طيب إبليس دا كان ملاك مخلوق من النار الصانع ملائكة رياح وقدامه لهيب نار بيقول كده المزمور وكتبها العبرانيين فإذا كان هو مخلوق من النار يبقى ازاي النار بتاعة وادي هنوم هتحرق إبليس يبقى الموضوع عايز شوية تدقيق في التفكير عشان الأمور تتحط في أما كان الحاجة التانية يبقى دلوقتي إذن هو يتحدث عن نار معدل إبليس إبليس هو وهذه النار ما ينفعش تبقى وادي بتاعة وادي هنوم اللي مولعين في الزبالة لأن إبليس ما يتحرقش بهذه النار يبقى احنا نتكلم على نار من نوع آخر طيب نروح بقى للنار من نوع آخر اللي رجعت أنت لبحيرة النار والكبريت طيب ما ترجع لسفر الرؤية نفسه اللي بيقول فيه بحيرة النار والكبريت الذي هو الموت الثاني يعني كتب سفر الرؤية شرح لك ما هي بحيرة النار والكبريت الذي هو الموت الثاني الكلام برضو مش عن حريقة ولكن هو الموت الثاني كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك وصلنا لنهاية الفقرة وأرهقنا حضرتك ب كم هذه الأسئلة لكن يعني إحنا ننتظر الكثير من حضرتك دايما لا أنا بستمتع بإني أوضح الحقائق شكرا دكتور كل الشكر والتحية والتقدير أيضا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة نلتقي بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة في بنامجنا حياة المسيح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة